مرحبا حضراتكم وراء تانية في النور ومعدنا مع الفكرة التانية في حلقة النهاردة لما بنلاقي حاجة غالية مش بتشتريها أو يعني بنقطعها وبنقول بلاش منها لكن لما بنتكلم في الأساسيات يعني الخضار والفكهة دي أقل حاجة مش بنتكلم في اللحمة والفراخ اللي بقيت رفاهية لبعض الناس للأسف احنا بنتكلم في الأكل والشرب الخضار والفكهة اللي هي الأساسيات شفنا أسعار التماطم اللي وصلت ل35 جنيه في بعض المناطق كيلو التماطم ب35 جنيه كيلو العنب على سبيل المثال وصل 40 جنيه وغيرها كثير من أسعار الخضار والفكهة اللي يعني شهدت ارتفاع ملحوظ الفترة اللي فاتت واللي بقيت الحقيقة محتاجة مزانية تانية لوحدها في كل بيت علشان بس نجيب الخضار والفكهة انفلات أسعار الخضار والفكهة هنتكلم في الموضوع ده أسبابه وهنحاول نكتر حلول مع ضفنا اللي مشارفنا في الستوديو الأستاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضارات والفكهة بالتحاد الغرف التجارية مساء الخير يا فندم أهلا بحضرتك كيف أندم يعني في البداية بين اللي بيتحكم في أسعار الخضار والفكهة في مصر محدش بيتحكم فيه العرض والطلب النهاردة احنا عندنا على سبيل المثال يعني المنجة السنة دي كانت كتيرة رخيصة رخيصة ليه بقى؟ لأن التاجر ما يقدرش يتحكم فيه العرض والإتاحة هو ده المؤشر الوحيد من خفاض الأسعار أو ارتفاع الأسعار طيب إيه اللي حصل عشان أسوأ الخضار وفكهة بعض التحركات السعرية حضرتك سكرتيها وإحنا قلنا في مرارا وتكرارا نحن عندنا عامل جوية وعدم استقرار للمناخ تغيرات مناخية جديدة جدا كانت طبعا يعني أبرزها الصيف ده كان طبعا درجة حرارة غير مسبوقة ودي قدت طبعا لخفض معدلات الإنتاج بجانب أن احنا دهنتوا هائل عروة الصيفية وبدأت عروة شتوية نحن عندنا فواصل عروات انتهاء موسم زراعي وبداية موسم آخر فبالتالي أنا عندي فجوة بين الموسمين كمان مدخلات الإنتاج ومسلزامات الإنتاج اللي هي ارتفعت ارتفاعات غير مسبوقة طبعا دي ارتفاعات عالمية نتيجة طبعا الحرب الروسية الأوكرانية الظروف اللي احنا بنمر بيها الاقتصادية الظروف الإقليمية اللي احنا عايشينها دلوقتي الظروف كمان المناخية وده أهم شيء اللي موجود دلوقتي حاليا وده المؤشر الوحيد اللي خلى بعض المعدلات الإنتاج تنخفضه ده يعني اللي سبب لنا عدم استقرار في السوق طب اللي جاي عشان الناس ما تطمئن اللي بيحصل اللي جاي ان شاء الله يبقى فين خفات كبير جدا في الأسعار طيب ايه رؤيتك انت بتقول كده طبعا مش عايزة كلام لان احنا عندنا دخلين على موسم زراعية من شأنها تقعد ستزام في السوق يكون عندنا إتاحة يكون عندنا كم من المعروض المعروض ده ينعكس بسبة الأسعار ثم انخفض تدريجي طيب اللي بيحصل دهوقتي احنا لا احنا سكتين لا طبعا بالسكتين احنا عملنا مبادرة مع وزارة التموين وسميناها كده مسمى جميل لطيف من الغتل اللي بيته لك احنا قلنا مبادرة خفض الأسعار خدنا منافذ النيل تابعة لشركة القفضة الأسعارات الغذائية وجبنا التجار قطاع الخاص وانا لهم انتوا اللي هتشاركوا وانتوا اللي هتبقوا موجودين داخل هذه المجمعات عشان دي متنتشرة في جميع طبعا حياء مصر مش حياء بس مصر لا كل المحافظات الأخرى وقلنا ان احنا لازم نعمل نوع من أنواع زيادة التنافس واني يبقى فيها عندنا كم من المعروض ينعكس ده على الأسواق ينعكس بالإتاحة ينعكس بنخفض الأسعار وده اللي حصل بقى اكتر من أربع تيام الأسعار داخل مجمعات النيل اللي بيشتغلها واللي بيقوم على هذا الكلام والقائم على هذا العمل التجار القطاع الخاص بعشرين جنيه البطاطس بعشرين جنيه الخيار بعشر جنيه البصل بخمستاشر جنيه دي سلعة استراتيجية ما فيش بيت مصر يقدر يستغنى عنها طيب نروح فين كل منافذ النيل اللي موجودة في القيرة موجودة فيها هذه المبادرة بأسعار مخفضة وإحنا قلنا ده عشان خاطر إحنا لسه دخلين على بداية الموسم الشتوي وعندنا فجوة زي ما أنا قلت ولكن إحنا لازم نشتغل على إحنا نعمل نوع من أنواع زيادة التنافس يبقى كامل معروض أكتر الإتاحة أكبر فبالتالي الأسعار تنخفض وده اللي حصل بأن تلت يامه الطماطم للانخفاض مش للارتفاع نتيجة المبادرات دي ونتيجة كمان ظهور العروة الشتوية المبكرة منها وده اللي أدى لزيادة المنتج وكمان وفرته داخل الأسواق حضرتك يا أستاذ حاتم يعني شايف الكلام ده كمسؤول أو كمستهلك يعني رأي حضرتك كمستهلك بيكون يعني المشاهد اللي بيتفرج علينا دلوقتي يقول ده كلام جميل جدا بس أنا على الأرض الواقع لما بنزل السوق أنا بلاقي الأسعار غالية جدا طيب الاتنين أنا مستهلك إذا كنت ببيع خضار فاكف أنا مستهلك لبيت المنتجات الأخرى طيب وكمان أنا مسؤولة عن تجار طيب طيب الاتنين مع بعض لازم نبقى إحنا نشتغل عليهم أنا بمسؤولة عن تجار لازم نوضع حد لبعض الارتفاعات الغير مبررة أول اللي هي جزء منها كبير جدا مبرر الجزء منها جديد المبرر ده إحنا مش بيقدينا تدخلات إلهية تغير مناخ تدني في الإنتاجية نتيجة درجات الحرارة في بعض المحاصيل حصل لها نوع من أنواع سمح لاتكلم بحضرتك على موضوع درجات الحرارة يعني إحنا خلاص بينا متعودين دلوقتي أنه الصف السنة دي أصعب من الصف القابل والصف اللي جاي هيكون أصعب من الصف السنة دي ما رايحين للزراعات المتطورة هل بناخد احتياطاتنا في الموضوع ده ولا بنتفاجئ أنه درجة الحرارة ارتفعت فمحصول التماطم مثلا باز أو كده فسعره ارتفع طيب خلينا نقول أنه إحنا كم من بقالنا سنوات كنا بالنادي أنه إحنا لابد أن يبقى عندنا أرشاد زراعة كافية وسقافة زراعية وعندنا زراعات متطورة وزراعات حديثة طيب الدولة هل استجابت نعم استجابت طيب العائد بتاع الاستجابة ده فين طيب إحنا بنزيد قد إيه كل عام عندنا ضيوف أشقاءنا العرب كم مليون إحنا عندنا دول داخل دولة جمهورة مصر العربية طيب نعمل إيه عندنا فقر مائي عندنا تحديات اقتصادية كبيرة جدا لازم المواطن نقوله الحقيقة ولازم نشارك نخلي المواطن يشارك معنا في حلول هذه السلبيات وإحنا لما بنترح سلبية على أرض الواقع عشان نحلها بأسس علمية بجانب إن إحنا بنتخذ بعض الإجراءات ما نقدرش ننكر إنه ما فيش غلاء أسعار لأ فيه ارتفاع أسعار بس هل ارتفاع الأسعار ده مبرر أم غير مبرر وهل مكمل معنا ولا مش نكمل معنا لأ إحنا بقى بنشتغل هو لازم يبقى فيه عندي وعي لدى المنتجين الزراعيين لازم يبقى عندنا كم من المعلومات من المراكز البحسية لازم يبقى فيه عندي استنباط تقاوي وشتلات وبزور تكون ملأمة للتغيرات المناخية عشان تجيب لي إنتاجية أعلى لازم نتوسع في المشاريع الزراعية المتطورة وده اللي الدولة حرصت دوقت اتناها تعمله طيب هو فيه ما هو الناس لازم تعرف إحنا فيه في كل محافظات مصر توسعات مشاريع الزراعية متطورة طيب اللي إحنا عايزين نوصله لازم ننقل التكنولوجيا دي للفلاحة البسيط صغار المنتجين لأنه دوله عدد الأكبر في مصر طيب نعمل إيه لازم وزارة الزراعية كلها هي تشتغل ولكن نحتاج المزيد مزيد من الأشهد الزراعية ومزيد من الثقافة الزراعية مزيد من البحث العلمي عشان خطر الفلاح يبقى عنده المعلومة مبكرة ما يقدرش متأسف التغيرات المناخية والأفات والأزراعية وبعض المشاكل في الأسمدة وبعض المشاكل في البزور وبعض المشاكل في الشتلات عشان متوقع إلا يحصل في الوقت يبقى عنده خطوة استباقية نقدر نشتغل عليها ما يبقاش عندي أزمة وما اشتغلش على أثر الأزمة أو تدعيات الأزمة لازم أبقى عندي مبكر شق إن أنا أشتغل ما يبقاش في أزمة أصلا ولكن احنا بنقول ده إجراء اللي حصل ده فترة زمنية مؤقتة احنا رايحين للانخفاض عشان ناس بس أهلنا تطمئن احنا لن ننكر إن كان في ارتفاعات وأنا طلعت قلت وهاجمت بعض يعني جهات بعينها إن احنا لازم يبقى فيه عندنا نقف جنب الفلاح فيه عندنا منتج فعلا تضرر ولكن اللي جاي إن شاء الله يكون أفضل لماذا لإني لازم نشتغل ولازم يبقى فيه عنده إنتاج المحاصيل الزراعية ده دخل قومي للبلد احنا بنصدر برتقان بنصدر تمور بنصدر فراولة بنصدر رمان بنصدر بطاطس بنصدر بصل كل المنتجات الزراعية بنصدرها ولكن لازم بقى عندي اكتفاء ذاتي وإحنا عندنا اكتفاء ذاتي في السوق المحلي ولكن لازم بقى عندي استقرار في داخل هذا السوق المحلي استقرار السوق المحلي ده ينعكس على المواطن بإيجابية لازم مواطن يشعر بالعائد اللي هو فعلا العائد الحقيقي اللي من خلال الأراضي الزراعية والمنتجين الزراعين لأن الفلاح ده هو العمود الفقري هو المكون الأساسي في العمل الاقتصادية هو المكون الأساسي في العملية الانتاجية هو رقم واحد في كل محاصيل زيتية محاصيل حقلية كل ده الفلاح هو اللي بيقوم بيه وده العمود الفقري ولكن احنا بنقول ان الفترة دي ان شاء الله اللي جاي هيبقى أفضل احنا رايحين لكمل معروض أكتر رايحين لمواسم زراعية من شأنها تحدث تزن في السوق ويكون عندي إتاحة والإتاحة دي تنعكس بين خفاض الأسعار طيب هل الأزمات اللي احنا شايفينها والتحديات العالمية اللي احنا شايفينها دي برضو لها أثر علينا وكشعب مصر ولازم نتبقى الناس فاهمة الكلام ده ولازم نفاهم الناس ونوعا الناس حدثك تشرح علينا عزيزي الحرب اللي في روسيا وأوكرانيا والحرب اللي موجودة في الأقليم دلوقتي زي هتأثر على الفلاح اللي في كاريا اللي في مركز بيزرع الأرض بتاعه أو الكم فدان اللي عنده طيب احنا خلينا بقى نتكلم على مدخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج لما احنا تحدثنا في السابق من هذه النافذة الإعلامية المحترمة وكان بعض الأسات زيتنا بيتكلموا معنا من وزارة الزراعة كنا بنقول لازم يبقى التحول المدخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج تبقى مصرية 100% لماذا؟ أنا لما بحتاج مدخل الانتاج أو مستلزمات الانتاج وهي مصرية ما بيخلش عندي انشغال واش خلي عندي تواتر لش هنتأثر بعوامل خارجية العوامل الخارجية دي ما بيتأثرش علي لكن النهاردة الحرب الأوكرانية والروسية إيه اللي حصل؟ كان طبعا ثلاثة الانداد توقفت وكان عندنا كم من ثلاثة الانداد ارتفاع غير مسبوك للزيوت ارتفاع غير مسبوك للقامح كل ده حصل تدعياته على الدولة ولكن احنا عملنا إيه؟ عملنا إجراءات كتيرة جدا من شأنها عشان خاطر ما يبقاش في التدعيات دي تأثر على الموطر من مصر المنتجات الزراعية ده اللي يهمين رقم واحد الخضر والفاك احنا منتجين وعندنا اكتفاء ذاتي وبنصدر لازم يبقى القيمة المضافة التصنيع الزراعي اللي احنا عايزين نروح له عشان خاطره بقى عندي توازن داخل الدولة وانا اعمل صدرات الحرب بقى اللي حوالينا متأثرش بالتأثرات الخارجية دي ولكن لازم الناس تبقى عارفة اي شيء بيحصل في العالم الدولة بتتأثر بيه احنا زينا زي اي دولة في العالم بتتأثر بيه الاخرون ولكن احنا لازم اكمل المعروض عندنا وكمل اتاحة موجود المراكز البحسية لازم تشتغل على المتخلات الانتاج ومستوزمات الانتاج ده شق اساسي في العملية الانتاجية لان رقم واحد لده اللي انا عايزه الفلاح يحصل على مدخل الانتاج مستوزمات الانتاج مبادات اسمدة تقاوي كل ده يبقى مصري واحنا عندنا برنامج اسم البرنامج القومي التقاوي الخضر والفاكة وده احنا الحمد لله طلع للنور وابتدنا يبقى فيه كم من الاصناف داخل جمهور الاصل العربية مصرية 100% لازم يبقى عندنا بقى بقية الاصناف يبقى كم من الاكسار يبقى موجود عشان الفلاحين ينلبي احتياجاتها ويبقى ده شق يحسب للدولة ويحافظ على استقرار والامن الغذائي في مصر طيب استاذ حادم اسمح لي ارجع مع حضرتك لنقطة درجات الحرارة حضرتك ذكرت ان الفترة اللي جاية هتشهد انخفاض كبير او يعني انخفاض في كل اسعار الخضر والفاكة هل ده بسبب ان احنا دخلين على فصل الشتاء لا عشان احنا عندنا مواسم زراعية جديدة بفصل الشتاء احنا عندنا بصوبات زراعية السقيع الشديد ما هو بيأثر برضو على الانتراج اسمح لي اقول لحضرتك الغرض من السؤال انه هل احنا بعد كده يعني السنة الجاية مع ارتفاع درجات الحرارة نبقى عاملين حسابنا من دلوقتي انه في الفترة دي او فترة الصيف الاسعار هترجع تاني هترتفع تاني عشان الصيف وبعدين ترجع تنخفض تاني في وصل الشتاء مش بالزبط الحالة الجوية دي مش يعني احنا ما نقدرش نتوقحها لمدة عام ولكن احنا بنقول هل هيحصل السنة الجاية في ارتفاع درجات الحرارة او السقيع الشديد لو كانت درجات الحرارة زي ما كانت السنة دي او اعلى يبقى المصود نعمله دلوقتي ناخد طبعا يعني اجراءات وقائية كبيرة جدا من شأنها كم المعروض الزراعات المتطورة انا تذكرتها الزراعات الحديثة النهاردة بنتحول من الري بالغمر للري بالتنقيط لازم نحافظ على كل نقطة مية لازم الفلاح يبقى عنده وعي وإدراك كامل في درجات الحرارة يروي امتى يحط الشتلة في شهر كامل لان احنا عندنا اصلا موعد يعني موعد الزراعة نفسها ترحلت من موعدها الطبعية يعني كم المواسم ما بقاش في موعده المعتادة لان اترحل من موعده الطبعية نتيجة تغير المناخ فبالتالي انا عندي دور السوب دور السوب الزراعي دور السوب الزراعي والدولة شغالة على دور لكن لازم ننقل التكنولوجيا دي للفلاح لان الفلاح هو اللي يحتاج ان احنا نساعده وان احنا نحافظ عليه وبعدين الدعم لازم يوصل لزارع الأرض المنتج الحقيقي للأرض يعني ملك الأرض طبعا ده لازم يبقى رقم واحد ولكن فيه واحد طالع يلاقي نفسه فلاح ابن فلاح وما عندهش أرض مستأجر للأرض لازم أدعمه لازم أقدم له الإرشاد ولازم أقدم له الثقافة ولازم يبقى عنده كم من الدعم من الدولة الدولة بتقوم بدا ولكن احنا نحتاج برضو ان احنا نوصل لبعض المحافظات اللي هي أكثر انتاجية واللي هي مشهورة جدا وتتميز بالمنتجات الزراعية زي السماعيلية زي المحافظة المينيا زي محافظة سهاج محافظة أسيوت محافظة قنة فيه محافظات بعينها محافظة الشرقية محافظة السماعيلية كل محافظات شمال وجنوب سيناء كل محافظاتنا في الوادي والدلتا وطبعا ومطروح كل أهالينا لازم يوصل لهم الدعم ولازم يوصل لهم الإرشاد والنصح لاني طبعا أهم شيء عندي ان انا حافظ على المنتج لان العالم كله بيدعم المنتج التحول القيمة المضافة اللي انا ذكرتها وقلت ده ده المنتج البديل لما بقى عندي بقى أزمة عندي بطاطس نص مقالية هل الفلاح بيكسب يا أستاذ حاتم يعني بيحقق هذا القدر من الربح اللي احنا بنشوفه في الأسعار خلينا نقول ولا التاجر أني بيكسب أكتر في دول فيها أنا حسنا عندي حلاقات تدول كتيرة ما نقدرش ننكرها وما أقدرش ألغيها بس بديتها الفلاح لأن الفلاح هو رقم واحد هو اللي بيشأ وهو اللي بيتعب وهو صاحب يعني متأسف هو ده اللي خيره على البلد كلها ده فعلا لكن هو برضو يعني مش هنقدر نقول الفلاح بيكسب أو بيخسر الموضوع ده موضوع أصلي ده لازم اقتصادين تقعد فيه والدق فيه كويس ده مش كلامي أنا لابد أن يكون ده برؤية يعني النهاردة احنا مروحنا للحوار الوطن وتحدثنا وتكلمنا بكل شفافية قلنا رجاء الرقم واحد هو الفلاح لازم نحافظ عليه لازم عنده وعي لازم أن تشوف الفلاح هو النهاردة حياة كريمة ما بيتقدم نصحه وإرشاد وبتقدم حاجات كترة جدا خدمات كترة جدا للفلاح لازم أن نتحول أنا عايز بس أوصل نقطة أساسية الفلاح النهاردة لو لقي القيمة المضافة داخل أرضه أن أنا أعمل مصانع للخضار المجفف والخضار المجمد والصلصة والعصائر والمربات والباس الصوصة المقلية أنا عايز أحول القيمة المضافة دي الفلاح هو اللي يحصل عليها ده أثر على السعر النهائي طبعا هيبقى عند استقراف سوق المحلي هيبقى عند زيادة صدرات الفلاح هيبقى إحنا نتمنى الفلاح يغنى يبقى أغنى واحد في مصر الفلاح لأن ده رقم واحد أنا قلت لحضرتك ده المقون الوحيد في العمال الانتاجية والعمال الاقتصادية ده رقم واحد لكل اللي احنا شغالين عليه يعني ده متؤسف يعني العمود الفقري للشعب المصري فأنا لازم أحافظ على ده ولازم أن أنا برضو يعني أحافظ على ده بشكل علمي أوصل له يبقى مصنع جنبه يبقى محطات فرز وتعبئة جنبه لازم أحافظ على أن أنا أوفر له إرشاد زي ما احنا تحدثنا وثقافة وعي كامل لازم يبقى فيه ده الفلاح النهاردة الفلاح آه يعني فيه مصر الزراعية بتقوم بدور ولكن مش كل أهلنا بتفرجوا على المصر الزراعية الفلاح الحقيقي بينم من بعد العشة عشان يسحى الفجر صح؟ مش هو ده الفلاح هو فلاح شقينا هو ده الفلاح هو ده اللي احنا بنتكلم عليه فاحنا بنأكد على أني الأسعار هيكون فيها ثبات وانخفاض تدريجي ده خليلي بقى أختموا حضرتك بالحتة دي عشان كل الناس منتظر انخفاض الأسعار وأنا واحدة منهم وأكيد حضرتك كمان واحد مننا أكيد طبعا سعر تماطم ما سنكيله تماطم هيبقى كام الفترة اللي جاية خلال الشهر ده خمسين في الماء انخفاض على أقل في الفترة اللي جاية لأن احنا عندنا موسم كتر جدا محافظة المينيا محافظة بنسويف من عشر و 15 جنيه بالظبط هيبقى أقل من كده كمان في معدلاته الطبيعية هيوصل غاية 11 جنيه متؤسف 10 و 12 و 13 غاية 15 ده هيبقى خلاص في الأيام اللي جاي احنا في كامل لما الموسم تشتغل بكامل طاقتها يبقى عندي كامل من المعروض أكتر ممكن أنا سعارة تنخفض أكتر من كده لكننا مش عايزين نقول ده ليه لأننا عايز الفلاح لا أنا عايز الفلاح يحصل على عائد كويس ليه لأننا برضو ده مش عايزين نخرجه من المعادلة لو ده خرج من المعادلة طب هو الفلاح لو خسر وما زرعش ما نعنده مشكلة كبيرة جدا ما هو ده لازم نبقى الناس فعلما لازم الفلاح يحصل على عائد كويس يأهله أنه هو يتوسع في الزراعة ويكون عنده عائد من خلال هذا العائد يبقى عنده استمرارية في الزراعة ويبقى عنده كام من المعروض يقدمه للناس ويقدمه الأسواق احنا للفلاح هنشتغل ازاي يعني معلش يعني النهاردة الخضار والفكهة والمحاصلة الزيتية والمحاصلة الحقلية وكم المنتجات الأخرى كل ده بيقوم بالفلاح فاحنا بنقول ان لو الفلاح ما حصلش على عائد كويس لازم يحصل على عائد كويس بس يكون مناسب مع دخل المواطن في مصر لان احنا كل أهلين من الطبقة المتوسطة واحنا منهم ودول أهلين يعني احنا عملنا مبادرة دي حضرتك برضو برسالة كده للمواطن اللي هو من الطبقة البسيطة اللي يعني بيعاني من مشكلة كبيرة جدا في الأسعار ومش عارف يعيش يعني نصيحك كده من مسؤول زي حضرتك وتطمنهم الفترة اللي جاية طيب احنا بس بنأكده احنا بنقول لأهالينا وبنذكركم احنا النهاردة كام النهاردة 1-10 1-10-2014 في خلال شهر الطماطم هتنخفض البطاطس هتنخفض كل المنتجات الزراعية هيبقى عندنا كمة من المعروض كتير جدا في الأسواق ده نتيجة زيادة الإنتاج من خلال المواسم الزراعية الناس ما تقلقش احنا عندنا كامل معروض كويس عندنا اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكة ما عندناش أزمة ما عندناش ندرة في منتج ولكن اللي احنا بنقوله الفترة اللي فاتت كانت فترة غصبا عن كل فلاح مش بأدينا تدخل إلهي تغييرات الجوية وعدم استقار الحالة الجوية والتفاق درجات الحرارة اللي أثر على المنتجات ولكن دي كانت فترة مؤقتة اللي جاي أفضل احنا دلوقتي في الشارع مع الناس احنا قبل ماجي كان فيه بعض المنافس بنفتحها اللي هي تابعة لشركة النيل احنا عاملين الطماطم فيها ب20 جنيه في كل أحياء مصر كل ده احنا كان معنا فيديوهات بس هم قالوا لا انت كنت ما جبتها لنا من بدري كنت عايزة عريضها عشان الناس تتصدق والناس تروح وتشتري اللي هي عايزة رجاءا الناس ما تقلقش كامل معروضة بقى كويس ما عندناش أزمة بعد شهر الأسعار هتنخفض وهنيجي نتكلم حضرتك تاني بعد شهر وهنقول هذا الكلام في هذا البرنامج عايزين نفذ الإعلام المحتمل عايزين نقوله بقى عايزين لقيه بيتنفذ على أرض الواقع هيتنفذ بقى موجود ونسا تحس بي وتشعر بي يا رب نتمنى هذا يعني أنا بشكر حضرتك جدا شرفتنا النهاردة بكرر ليكم بكل أستاذ المشاهدين برسيل حضرتك يا فاند بنوارتنا أستاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفكهة باتحاد الغرف التجارية فاصل وهنرجع تاني لآخر فكرة معينا النهاردة وإحياء مشروع أو مشروع إحياء مصار العائلة المقدسة